ولتفاصيل اوف ينضمون لنا من بيروت المحلل الاتصادي نسيب غابرائيل مرحبا بك عمالة سيد نسيب عبر شاشة الغد استمرار اغلاق المصارف لابوابها لليوم الخامس على التوالي في لبنان ما يوضحه ذلك وهل ينطوي على مخاوف تشير ربما الى امكانية حدوث شح في السيولة في العملة المحلية اولا اغفال المصارف هو قرار يومي كل يوم بيومه ثانيا سبب الاغفال هو تعزر 26 الف عامل وموظف في القطاع المصرفي من الوصول الى مراكز اعمالهم خصوصا في المراكز الرئيسية التي جميعها متواجدة في العاصمة بيروت وذلك بسبب اغلاق العديد من الطرقات المؤدية الى العاصمة بيروت وايضا بسبب تعزر الزبائن المصارف بالوصول الى الفروع والمراكز الرئيسية وخصوصا بالنسبة الى عودة الموظفين بعد دوام العمل الى بيوتهم نظرا لأوضاع الطرقات فهذا هو السبب الاساسي الحفاظ على سلامة الموظفين وايضا الزبائن اما في سبب الاخر كما تفضلت فهو ليس خوف من سيولة او من هجوم من قبل المدعين لسحب اموالهم او للتحويلهم الى عملات اجنبية لان اليوم 72% من الودائع في القطاع المصرف اللبناني اصبحت في العملات الاجنبية وهذا قبل اندلاع التظاهرات الشعبية والمطالب الشعبية فالمصارف مرت بحالة مماثلة في 2005 عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي سنة 2006 حين بدأ العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز من سنة 2006 فهي مهيئة وتعرف ما يمكن ان تكون ردة فاعل بعض الزبائن واصلا مجموعة الودائع بالليلة اللبنانية كيف بدت ردود الافعال سيد نسيب يعني كيف اثر هذا الاغلاق على الحياة اليومية كيف يحصل المواطنون على معاملاتهم المالية اولا الصراف الالي ويوجد اكتر من 2000 صراف الالي على كافة الاراضي اللبنانية ممتلئة بالسيولة بالكاش فعندما تنفذ هذه السيولة من الصراف الالي تعمد المصارف الى اعادة وضع السيولة في هذه المصارف كما ان مراكز الهواتف الكل سنترز في المصارف هي موجودة 24 ساعة الى 24 للاستجابة لاسئلة الزبائن في هذه المصارف وايضا المصارف تتهيأ مع مصرف لبنان لتحويل اخر الشهر اذا اقتضى الامر معاشات العمال والموظفين الى حساباتهم اذا بخيت المصارف مغفلة لغاية طبقا للورقة الاقصادية المقرة من مجلس الوزراء سيد نسيب مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية سيقدمون مساهمة تقدر بـ 3 مليارات ونحو 400 مليون دولار لسد العجز من خلال فرض ضرائب وزيادة الضرائب على ارباح البنوك التجارية كيف برأيك ترى قدرة القطاع المصرفي على هذا الالتزان تجاه الدولة والاقصاد اللبناني؟ اولا فعلا جاءت مفاجأة للقطاع المصرفي الضريبة الاضافية على ارباح المصارف التي ستبلغ 25% اضافة الى كل الضرائب التي تدفعها المصارف ولم يستشار القطاع المصرفي عن هذا الاجراء هذا الاجراء اخذ بتسرع كما اجراء تخفيض كلفة خدمة الدين بال2020 بتسرع نظرا للتطورات على الارض في لبنان بالنسبة لموضوع الضرائب على المصارف كان هناك اجتماع اليوم بين رئيس الحكومة سيد سعد الحريري مع مجلس إدارة جمعية المصارف للتباحث بهذا الامر ولكن كان من الاجدى ان تبدأ عمليات مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية وضبط الحدود من التهريب ومكافحة التهرب الجمركي وتطبيق قوانين موجودة تطبق جزئيا للتحصيل اموال مستحقة الى الدولة لا تصل الى خزينة الدولة بدل فرض ضرائب على اي قطاع من القطاعات في الاقتصاد اللبناني لان للأسف طريقة تعاطي الحكومة الحالية والسابقة مع القطاع الخاص بلبنان هو اعتباره مصدر للارادات الضريبية فقط لا غير فالاجدى كان ببدأ مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية وحسب تقديراتنا يمكن للخزينة اللبنانية ان تحصل مليار دولار سنويا اضافة عن اراداتها الحالية من هكذا اجراءات تجنب الخطاع الخاص اي ضرائب واعبة اضافية وصفت هذا القرار بانه اتخذ بسرعة هل ينطبق ذلك على باقي مقررات الورقة الاقتصادية التي اقرها الحريري يعني لبنان يمر بوقت صعب فيما تستمر الاحتجاجات في الشارع هل تعتقد انه الاصلاحات الاقتصادية ستنفذ في جوانب مستدامة جوانب اصلاحات مالية واصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد اللبناني ككل هو فعلا كل هذه الاجراءات التي اعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء اتخذت ب72 ساعة نظرا للضغط الشعبي على الحكومة وعلى السلطة السياسية وهناك شكوك بصراحة شكوك بقدرة هذه الحكومة بالذات ان تطبق هذه الاجراءات لانه كان لها فرصة اكثر من فرصة منذ 2017 لتطبيق مجموعة من الاصلاحات وعدت فيها وما شهده القطاع الخاص والمواطن اللبناني وما شعر به هو زيادة في الضرائب هذا الاجراء الوحيد الذي تطبق فعلا بحزفيره وبتوقيت دقيق حسب القانون بينما الاجراءات الاخرى المتعلقة بمكافحة الفساد والتخفيض الهدر واعادة هيكلة القطاع الخاص والاجراءات الاخرى التي تكلمنا عنها بقيت حبرا على ورق فانفلاش القطاع العام مستمر والتوزيف العشوائي في القطاع العام استمر لمدة اربعة سنوات فاليوم هناك ازمة ثقة بين المواطن اللبناني والقطاع الخاص من جهة والحكومة اللبنانية من جهة اخرى فعلى الحكومة اللبنانية ان تعطي برهين عملية انها جادة لاستعادة ثقة المواطن اللبناني والقطاع الخاص شكرا جزيل شكرا المحلل الاتصادي نسيب يبرائيل كنتمان عبر شوشة الغد من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا جزيل شكرا جزيل